السلام عليكم مشاهدين نتوقع بحول الله بداية من يوم الخمس إلى غاية يوم السبت المقبل تسجيل درجة حرارة نوعا ما جدا لطيفة راح ترفع جل المناطق الشمالية لذلك راح تروح ما بين حوالي 25 درجة فقط إلى غاية 30 درجة كأعلى مقياس بشمال البلاد وصورة القمر الاصطناع توضح أنه ينتشار صحب سفلة كثيفة نحط فيها على المناطق الشمالية كذلك على شمال الصحراء وحتى على الجنوب الغربي رياح إن شاء الله اليوم الخميس ستكون رياح قوية تشتاح السواحل الغربية الوسطى كذلك على شمال الصحراء ومنطقة الواحد حتى على الجنوب الغربي ووسط الصحراء بسرعة تنتظل أو تتعدى 40 كم في الساعة أما عن حالة التقص إن شاء الله المرتقبة لصباحة الخميس نتوقع أجواء مشمسة مع بعض السحب الخفيفة نحظ فيها تميز أغلب ولايات الوطن لكن السحب ستكون أكثر كثافة على السواحل الغربية والوسطى درجات الحراء إن شاء الله المرتقبة لصباحة الخميس ستكون 22 درجة على تمسان و21 على وهران 20 درجة كذلك مرتقبة على المدية زيوزو جزير عاصمة بومرداز تيبازا حتى لمدينة البيض 17 درجة على قسنطينة 18 على باتنات 19 على قلمة 22 بعنابة 25 على مدينة بشار 32 درجة فقط بيتين دوف 29 على إنسرح 30 درجة بأدرى 25 درجة وهذا لكل من مدينة تمنرس إليزي وجانت ظهيرة يوم الخميس إن شاء الله مشاهدين تبقى دايما نسجل أجواء مشمسة مع بعض السحب الخفيفة تميز أغلب ولايات الوطن لكن بعد الظهيرة كما نلاحظوا في الصورة حيكون هناك نشط كبير لخلايا رعدية ما ترى بحول الله تعرف أغلب المناطق الداخلية حتى على شمال الصحراء الجنوب الغربي وكذلك على أقصى الجنوب درجات الحارة القصوى إن شاء الله مرتقبة لظاهرة الخميس نلاحظوا يعني العودة إلى معدلتها الفصلية بشمال البلاد وعليه رح نسجل 31 درجة على كل من بجاية جي جي سكيكدا عن نابا والطرف كذلك نفس المقياس مرتقبة على الجلفة تيارة النعامة ومشريات 32 على الجزيرة العاصمة ووهران كذلك على قسنطينة أسطيف وبرج بوريج حوالي 33 درجة على مدينة زيوزو بيض كذلك على مدينة تلمسان وسيدبل عبات 39 على بشار 41 على غردايا المنيعة المغير كذلك 43 درجة مرتقبة على إنسالح 45 درجة وهو كأنا مقياس على كل من مدينة تاتيندوف وكذلك على أدرار البحر إن شاء الله مرتقبة اليوم الخميس نلاحظه يكون بحر شديد الهياجان بالخصوص على السواحل الغربية والوسطى لأن الريح تقديم قوية سرعة ما بين 50 حتى 60 كم في الساعة الرؤية رح تكون متوسطة على طول الشرط الساحلي بالنسبة لتجاه الموجة تكون غربية تماما على السواحل الغربية والوسطى ومن غربية إلى شمالية غربية إن شاء الله على السواحل الشرقية قبل الختام مشاهدين نحن نشوفوا مع بعض حالة تقص إن شاء الله بولاية تعنابة بداية من يوم الخميس إلى غاية يوم السل نتوقع أجواء مستقرة إن شاء الله يومي الخميس والجمعة لكن أمطار راضيح تكون حظرة بحول الله يوم السل مع التسجيل ما بين 19 إلى 21 درجة خلال الصبيحة وما بين 30 إلى 33 درجة إن شاء الله خلال الظاهرة والختام سيكون كالعادة بورقة توقيت شرق ووروب الشمس وهذا اليوم الخميس ولخص الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن بهذه المرومة تسريطة ورقة تحول التقصد في رعاية له وحفظه السلام عليكم